تنمية سنة الثانية يبدأي السلام عليكم هذا اختبار الفصل الأول في مادة التربية العلمية النموذج الثاني سنقوم بحله مع التمرير الأول ضع صحيح أو خطأ أمام كل عبارة لدينا عبارات إذا كانت صحيحة أكتب صحيح إذا كانت خاطئة أكتب خطأ العبارة الأولى لا أحتاج الهواء عندما أنام إذا عندما أكون نائم لا أحتاج إلى الهواء أحسنتم خطأ لأنني أتنفس باستمرار أتنفس باستمرار معناها أتنفس في النهار وفي الليل الحلويات رداء صحيح أحسنتم حلويات رداء صحي خطأ حلويات بطرة للصحة تجنب الأكتار من الحلويات الحلويات ليست رداء صحيح ماء البحر صالح للسقي معناها يمكن أن تسقي النبات بماء البحر خطأ ماء البحر مالح لا يمكن أن تسقي النبات ماء البحر غير صالح للسقي أتجنب اللعبة دائما أمام أمامتي الأمامة الأوسخ لا ألعب أمام أوسخ أتجنب اللعبة جيد صحيح أتناول وجبات متنوعة جيد صحيح متنوعة وفي أوقاتها ننتقل إلى التممية ثانية إلا أراجع لا أحتاج الهواء عندما آنا بخطأ أتنفس باستمرار الحلويات غداء غير صحي صحيح خطأ ماء البحر غير صالح للسقي صالح للسقي خطأ أتجنب اللعبة دائما أمام أمامة صحيح وأتناول وجبات غدائية متنوعة ننتقي إلى التممية ثانية إملأ الفراغ بالكلمة المناسبة لدينا كلمات يرتفع ينمو ينخفض يزداد يرتفع ينمو ينخفض يزداد كلمات أضعها في الفراغ هذا الفراغ إذن أضع الكلمات نقرأنا للفقرة عندما أتنفس يدخل الهواء فصدري وعندما يخرج الهواء صدري إذن عند دخول الهواء ما دخلت لصدري أحسنتم يرتفع صدري عندما أتنفس يدخل الهواء فيرتفع صدري وعندما يخرج الهواء جيد ينخفض صدري دخل الهواء يرتفع صدري وخرج الهواء ينخفض صدري جسمي باستمرار وزني وطول ما دخلت لجسمي أحسنتم ينمو جسمي باستمرار ينمو جسمي باستمرار فجيد يزداد وزني وطول عندما ينمو جسمي يزداد وزني وطول يزداد وزني وطول عشر عندما أتنفس يدخل الهواء فيرتفع صدري وعندما يخرج الهواء ينخفض صدري ينمو جسمي باستمرار فيزداد وزني وطول ثالث اربط كل的 ظاهرة بنوعية الهواء لدينا نوع من الهواء هواء نقي у nóg هواء easily هواء يقول هواء كل من ناضви ناضي هواء ناضي هواء نقي و هؤا prove لدينا الظاهرة غابة من الأشجار ضخان المصنع حديقة من الأزهار إذن كل حالة هناك هواء نقي أم هواء ملوث غابة من الأشجار المكان الذي يوجد فيه أشجار هواءه أحسنت لأنه يكون نقي إذن غابة من الأشجار هواءها نقي ضخان المصنع الأماكن التي يكون فيها ضخان المصنع هواءها يكون جيد ملوث مدين للصحة ثالثا حديقة من الأزهار حديقة في الأزهار كيف يكون هواءها؟ جيد هواء نقي إذا لدينا الأماكن التي يوجد فيها الأشجار والأزهار وكذلك النباتة هواءها نقي بينما الأماكن التي يوجد فيها ضخان المصنع هواءها دائما يكون ملوثا ومدين للصحة التنمين الرابع ألوّن الجواب الصحيح ألوّن الجواب الصحيح هذا الخامل وجهنا أخه ثلثة الأجربة ألوّنه إذن يبقص النبات الماء بواسطة الجذول ليس الأواق وليس الطوب التموين الخامس صنف الحيوانات في الجذول حسب سلوكها الغذائي حسب ما تتغدى هذه الحيوانات لدينا الحيوانات الأسد، التعليب، المئزات، الظرافة، التمساء، الدئب، النسب، الفيل والأغنب كلها حيوانات إذن حسب سلوكها الغذائي هل هي حيوان يعتشب أم هو حيوان يفترس حيوان التي تتغدى على العشب تسمى حيوانات أكلات العشب إذن تعتشب الحيوانات التي تتغدى عن اللحوم تسمى حيوانات أكلات اللحوم إذن هي حيوانات تفترس أكلات العشب تعتشب وأكلات اللحب تفترس إذا وجدنا حيوان يأكل اللحب إذن يفترس إذا وجدنا أنه يأكل العشب فإنه يعتشب نبدأ بالحيوان الأول هو الأسد الأسد من أكلات اللحوم يستعد الظرافة يستعد الحيوانات إذن حيوان مفترس سلوك الغذائي يفترس بسهد من آكلة اللحم نواصل التعلب هل هو من آكلة اللحم أم من آكلة العشق أحسنتم من آكلة اللحم إذا يفترس نضع في خانة يفترس نواصل المأزات هل تتغدى عن الأعشاب أم عن اللحم جيد تتغدى عن أعشاب أو تتغدى على الأعشاب إذن تأكشب المأزات تأكشب مثل الخارف تأكشب الزرافة كذلك هل هي من آكلة العشق أم من آكلة اللحم أحسنتم من آكلة العشق إذن تأكشب الزرافة تأكشب نواصل التمساح هو المفترس يقول إذن يفترس التمساح يفترس اللحم يفترس الزرافة تأكشب الدئب هل يتردى على اللحم أم يتردى على الأعشاب أحسنتم يتردى على اللحم كذلك حيوان مفترس إذن الدئب يفترس نواصل النسق طائر كذلك حيوان طائر مفترس يتغدى على اللح إذن نكتبه في خانة يفترس نواصل الفيل أحسنتم يتغدى على الأحشاب إذن نكتبه يعتاشي الأغنب هل هو من آكلات العشق أم من آكلات اللحوم جيد من آكلاتي يقول الخضر إذن آكلات العشق وهو يعتاشي إذن نراجع الحيوانات التي تتغدى على العشق وهي المعزات الزرافة والفيل والأغنب حيوانة التي تتغدى على اللحوم تفترس هي الأسدو التعلب التمساء الدئ والنسق وكذا انتهينا من حل الاختبار لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات لأصلكم الجديد إلى اختبار قادم إن شاء الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر